عايز بالحاجة على اي حاجة يا طيوت الله ولا تخش على افشا افشا نتكلم على الجون الجون نفسه الجون طوال يلا بينا عني جون الجون الاول تقنادي الاهلي كنت معاك هنا لأسبوع اللي فات وكنت بكلمك على موضوع الكور السابتة عند النادي الاهلي مارسل كولر بيعرف يستغل بشكل كويس جدا اللعيبة اللي معاه انه هو يطلع منها القدرات بتاعتها اللي تفين فريق النادي الاهلي اللي حصل ان الماتش اللي فات شفنا اربع وخمس اشكال في الكور السابتة الهدف اللي جين نهارده للنادي الاهلي هو نسخة تبقى الاصل من هدف اتعامل في المباراة اللي فاتت تعال نشوف نرجع الفريم اللي قابله اللي حصل ده الماتش اللي فات مين اللي قاب حسين الشحات سلم مين سلم يحيى عطية الله يحيى عطية الله ام داخل بعدين اول نشوف الفريم اللي بعده هيستلم هيلعب الأوفر يا كريم على طول لجوة الملعب نفس الكورة دي بالزبط اللي اتلعبت الكورة دي اللي وصلت برضه لرمي ربيعة ولكن طلعت برضه جنب القايم على طول نفس الكورة هي اللي حصلت في مباراة النهارده تعال نشوف اللي جون اللي حصل النهارده نفس الكلام يحيى عطية الله يا كريم سلم حسين الشحات اول ما حسين الشحات هيستلم الكورة يحيى عطية الله هيروح في المكان الفاضي هيلعب اللي حيى عطية الله وهيمعامل السورف بالدقة بتاعته وهنا أكيد طبعا لازم نشيد برامي ربيعة اللي أحرز هدف معتاد لرامي ربيعة كل أسبوع اللي بقى خلاص واحد من هدفين النادي الأهلي نسخة تبقى الأصل من الهدف اللي كان هيجي الأسبوع اللي فات في المباراة نفس المكان نفس الاتنين لعيبة نفس الدبل باص اللي بتعمل وعاوز أقولك استغلال مارسل كولر لحي عطية الله في الكور السابتة هيبقى كتير جدا السنة دي نظرا لقوة الرجل ودقته في إرسال الكور العرضي هاي طيب